صباح واهلا بكم في بودكاست جديد يوم تلات جديد الساعة تلاتة وحلقة النهاردة حلقة خاصة جدا لان حلقة النهاردة معانا فيها واحد من اساطير كرة القدم المصرية اللاعب اللي فرح جماهير الاهل كتير وزعلنانا وجماهير الزمالك كتير بس فرحنا كلنا كمصريين كتير نجم التسعين بلس بتاعت الاهلوية دي بتاعتكم اعباد متعب الحمد لله اهم حاجة مكنش زعارة مني دلوقتي لا لا خلاص خلاص حمد لله انت مش خلصت خلص خلاص وعدت في البيت خلاص طيب بضلت جيبي جوان في الدوري انا مفصول بس خلاص تمام زي الفول بس انت كان لازم يعني اتغير اعمل اغاير ايه؟ لا لا ده صعب قوي صعب بلاش ندخل في هذين احنا بنحب مش عارف اسميها ايه بس لأ الموضوع اعمق بكتير بس خد بالك دي حاجة حاجة كويسة على فكرة الانتماء لنادي وانك تحبه في كل المواقف وصواء بيكسب او بيخسر فدي حاجة كويسة جدا وبعدين سبحان الله انا طلعت بشجع الاهلي اه شبت سبحان الله زمالكاوي وبشجع روما فهو جلد ذات جلد ذات يعني اوروبيا جلد ذات بحليا جلد ذات بالزبط فالمنتخب هو اللي كان بيهون علي بصراحة في الواقع كتير قوي وبعدين الانتماء تحس ان يعني انا يعني على قد ما انا ما بقاش بحب لعبة الاهلي بس ما احبهمش في الجورة انا مش شخصي بس طبعا فيه اجيال معاينة زي جلكو ما بقدرش محبش لعبة الاهلي لان انا بشجع على المنتخب العالف فيه ناس بتشجع عندك تر منتخب اصلا بشجع على منتخب اكتر بالنادي يعني انا اول حاجة على منتخب مصر وبعدين الزمالك وبعدين روما او ايطاليا فما فيه عارف بقى الحاسيس بتبقى ضربة في بعض بهم انك لعيب بيلعب في النادي الاهلي وبيلعب في منتخب مصر وانت بتشجع اول واحد بص خد بالك دي كلها مشاعر جميلة خد بالك يعني انك بتشجع نديك وانت فيه لعيبة معينة انت ما بترتاحش لها عشان هي بتلعب في النادي المنافس وانت بص تلاقي نفسك اكتر واحد بتشجعهم ومبيلعب على المنتخب فدي كلها يعني على فكرة ده دي حاجة جميلة فيه ناس تانية بتعملش له عشان فيه ناس بتشجع النادي اكتر من المنتخب دي حقيقة بالضبط بالضبط اعماد بطولات كتبهم هنا عشان بس من كترهم ما تلخبطش منها 11 دوري وخمسة شامبينز ليج وكاس وسوبر واجوان في اهلي وزمالك وحاجات مع منتخب مصر حتة التسعين بلس واضح انها من مميزات الاهلي عمتا ومن صفات النادي الاهلي وفيها اندية كتير كانت كده زي مثلا منشستر ينايتد مع آليكس فريكسن نفس الصفة قوي بس انت اكتر بقى داخل اكتر في الحوار ده لدرجة انت حتى التاج بتاعك على سوشال ميديا 90 بلاس 90 بلاس دي بقى حظ ولا اجتهاد ولا جزء من ده على ده بتيجي ازاي انت جايب كمية جوان بعد التسعين كتير قوي منهم جوان حاسمة بشكل مرعب جون الكون فيدرالية ضد الفريل اللي كنت بوارن شرك اسمه سيوي ولا حايا كده سوي سبورت اه سوي سبورت وجون الجزائر طبعا يعني زعلنا بعدها بس فرحيتها مش هننساها طبعا طبعا فايه بقى ايه هي هي مجموعة حاجات طبعا انك واسق من نفسك عندك عندك سقف نفسك انك تقدر تسجل طول ما المباراة شغالة آآ تاني حاجة آآ المباراة في الملعب ما خلصتش ما انت ممكن تجيب جون في اول ثانية يبقى بالفعل ممكن تجيب جون في اخر ثانية آآ ان مفيش يأس اليأس ما بيمتلككش خالص انت طول الوقت تمركز في الملعب وتركيزك يزيد ما يقلش في اخر الوقت يعني فيه لعيبة ممكن تيأس لو مسجلتش هداف آآ لا الحمد لله يمكن الجيل او الفترة اللعيبة اللي كنت موجود معها ده التركيز كان بيزيد آآ يمكننا على مراحل قطاع الناشئين في النادل الاهلي ويمكننا تربي في النادل الاهلي يعني موجود في النادل الاهلي في كريرة كله بالضبط عندي اتناشر سنة اتعودنا على ده احنا بنلعب من اول ما الحكم يصفر لحد ما الحكم يصفر فحصل مواقف كتير ومبارات كتير سجلت فيها هدف في قطاعات الناشئين يعني في مراحل كتيرة جدا ومع منتخب الشاب بنفس القصة وبعد كي استمر بقى الموضوع معي مع النادل الاهلي ومع منتخب مصر وخد بالك فرحة الجون اللي بييجي بعد ديها تسعين اغلى واقوى مية مرة من اللي بييجي في المطش العادي لان خلص انت الجمهور بيقاعد حط في دماغهم المبارات انتهت لكن انت بتظهر للحظة تسجل هدف الموضوع بيختلف مئة وتمين درجة فاخد بالك اللعيب لازم مش عمد بس او مش الجيل اللي فات بس الجيل اللي موجود ده هتلاقي في النادل الاهلي على طول فيه اهداف بتيجي بعد ديها تسعين وبدأ كمان اندية تانية تبدأ تفكر نفس التفكير وتحط في ادباغ المبارة ما انتهيتش هتلاقي اندية بدأ تسجل كتير بعد ديها تسعين لان الموضوع ده لو انت حطيت في دماغك اليأس ان المبارة خلصت خلاص مش هتامل حال لكن لو شلت من دماغك ان لأ انت ملكش داخل بالوقت انت لك داخل بصفارة الحكم ممكن تسجل فيها وده بيبقى زي تحس ان هو بيزيد مع الوقت انت لما بتعملها مرة وبتنفع بتؤمن في المرة الجاية يبقى ضعف ضعف حقا الجمهور نفسه الجمهور نفسه بقاعد مرتاح خد بالك انت في موارات لك الجمهور اول ما بتيجي ديها 88-0-0 يبدأوا خلاص يخرجوا لكن تلاقي العكس اول ما ديها تيجي 88-0-0 تلاقي الجمهور للناد الاهلي بدأ يزيد وبدأ يشجع اكتر لانه عارف ان ده التوقيت اللي الناد الاهلي هيسجل فيه فدي كلها عوامل نفسية ومعنوية بتفرم معك بشكل كبير جدا والميزة كمان ان اهداف كتير جات بابطلاط يعني ابو تريكا في الصفاقسي عماد في الكونفدرالية مباراة الجزائر وفاقس طيف في السوبر مباراة كتير في مباراة في الدوري طبعا في الديئة 92 يعني حاجات كتيرة جدا فده كله بيديك حافز ودافع وثقة كبيرة جدا ان الوقت ده تقدر تسجل فيه طبعا مصدق مصدق ومقتنع 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 وبتتمنى انه يحصل لان فرحتها انت غربت فرحتها وغربت فرحة الجمهور فانت شايف حاجة غير طبيعية فبتتمنى ان يعني اه اتمنى ان المطش الجول مايتأخرش لكن في نفس الوقت لا لو اتأخر وانا اللي جبته هبقى بسوط جدا حافز زيادة حافز زيادة استني لحتى اللي في الاخر اللحظة دي وبتبقى شايف المطشاط عشان اسمعت لعبة كتير بيقولوا ان انا بشوف المطشاط وبشوف اللقطات وبشوف الاجوال قبل ما المطشي تلعب بتبقى ترسل نفسك سناريهات دي ليلة المطشاط وكده ولا مش قوي لا يعني ما نسمتهاش المرة الوحيدة اللي حصلت لي وما صدقتش يا حصلت ازاي كان في كاس الأمر الأفريقية للشباب كنا في بوركينة فاسو كان البطولة اللي خدتوها وطلعتهم منها لكاس العالم بالضبط كانت مجموعاتنا كوديفور غيانا المغرب انا مش مصدق ان في مجموعة كده عمتا يعني يعني مفيش مجموعة كده في التاريخ شكرا سلام بالضبط واحنا رايحين للبطولة ما حدش يعرف عننا اي حاجة وطمنتاشر لعيب بس اللي في القائمة وبياخدوا اللي بيوصل قبل النهائي الاربع فرقة هم اللي بيصلوا كاس العالم وفي اول دي افي اول مبارا في البطولة كان معنا مدافس محمد الزايد اتصاب رجع مصر فبقنا كم لعيب بقنا سبعتاش خمستاشر لعيب واتنين حراس مر اول مباراة تعديلنا مع مش فاكر كودفور او غانا تاني مباراة تعديلنا يعني لو لعبنا غانا هيبقى كودفور تعديلتوا مع غانا وعندين فاضل مطش المغرب انا فاكر مطش المغرب ولازم نكسب عشان نوصل كاس عالم ونوصل قبل نهائي كاس العالم وفرق فصحيت صحيت من النوم كان معنا علي سقر قلت له علي بقول لك ايه انا حلمت ان انا جبت هاتريك النهار فبصي لي كده عارف اللي هو ايه اعماد انت رسلت وشك ولا كنت متغلق عارف اللي هو انت مجنون ولا اي احنا نلعب المغرب وكان لينا بقى ذكرى سياء مع المغرب اخر مباراة قبل ما نروح كاس الأمم كنلعبناهم في مباراة دي في بنها خسرنا تلاتة صفر او تلاتة واحد حاجة زي كده اه على ملعبنا هنا واحنا عامات الفترة دي مكنش منكسب المغرب على المتخب الاول اصلا بالزبط في الزبط المغرب دي احنا يعني يمكن احنا شوية كنا كسبنا المغرب في مراكب محمد الخامس اتنين صفر ومباراة دي حلو فقال لي يا ابني انت مجنون نكسب واحد بس المباراة صعبة جدا ومتلعب منتخب قوي جدا كان منتخب مغرب مغرب وقتها منتخب قوي لهدف الاول فروح تبطوص لو تقول لسا اتنين او الله والله ما بهزر والله ما بهزر جبت التاني لو تقول لسا واحد جبت التالت وكانت حاسة خرجنا او الله وما صدقتش ان ده حصل المرة التانية ابو تريكا في كاس الأمم أفريقية 2008 الفاينل كنا بلعب الكاميرون قال لي عمد انا حلمت انك هتجيب جون انت اللي هتكسبنا النهار دا ما كنتش جبت ولا جون في البطولة اه قلت له ابو تريكا ابو تريكا بقى حلمني خلاص يعني هجيب جون انا مجيبتش جون خالص ختموها مسك يعني جت لي فرصة في اول عشر ضيق ضيعتها قلت خلاص يبقى ربنا رأيت في الاخر جت لي واحدة بعدها ضيعتها في الاخر هو نزل هو اللي جاب الجون قلت له عم انت بتكذب على ايه بتحلام حلم على الناس دي المرة الوحيدة يعني في مبارات المغرب في كاس الأوم وفريقية للشباب وكاس الأوم وفريقية بتاعت الشباب دي احنا برضو دايما بنكلم موضوع منتخبات الشباب دا لان انت كنت من جيل جامد قوي برضو على مستوى الشباب وكان طبيعي انه يترجم لجيل قوي مع المتخب الاول فانت مع المتخب الشباب انت معصم من ناشئين الاهلي وكنا بتكلم في الموضوع دا مع سوني لما كان هنا ان ازاي احنا بنفرج كجمهور على الفريق الاول بس عارفين ان في اسامي مسماعة في الناشئين جايب 30-40 بالزاد فرودة بالزبط فمتعب كنت واحد من الناس دي ومعروف وانت اسمك مسماعة من انت صغير فلما طلقت لما بتدخل فرست تيم وبدايتك ما كانتش سهلة انا عايزك برضو تصلح لي القصة دي انت بدأت مع مانويل جزيه اول مرة في قصة سمعتها ان هو مش عارف مشاكم التمرين عشان تشنكار ولا حكا صح ولا شراب حكا كده صح زي ما انت بتقول بالزبط يمكن الفترة دي على مدارك طبع الناشئين انا كنت بجيب كم اهداف غير طبعي انا بطلع عداف دوري 48 جون اه 42 50 38 ارقام كده غريبة انا فاكر اه اشانتك كنت بالعب كونه وعارف الناس اللي قد يا واجبر مني سنة عارفهم ارقام غريبة اه منتخب الشباب بجيب جوان يعني بكل شكل وكل لون فالموضوع ده انك عايز تعمل ده فوق مع الفريل الاول والفريل الاول اللي موجودة اللي موجودة اقوية جدا فنفسك تبقى موجود هل الظروف هتسمح انك هتبقى موجود ولا هي دي القصة قصة الاولية ان انا لما اتصعدت اتصعدت مع توني اوليفيرا اوليفيرا اه اوليفيرا كان على معتاقب بون فريل في الاول بس ما دخلتش المباراة كانت مباراة الزمالك قصرنا من زمالك ثلاثة واحد على معتاقب اوكي وبعد كده طلعت مع توني اوليفيرا لعبت معها دي اول مباراة لعبتها كانت حرص الحدود او المحل يعني المحل وبعد كده حرص حدود دول مع توني اوليفيرا وبعد كده نزلت تاني كان عندي كاس الأموة افريقية وكاس العالم للشباب وكاس العالم احنا لقنا فيه وانت جبت هنتكلم 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 انا عايز احكي المواقف بتاع منه الجزء فرجعنا من كاس العالم كان فيه مطش للناد الاهلي في تونس واحنا كنت انا ومحمد زاد كنا موجودين مع المنتخب وطلعنا على تونس حال فانا متعود نزل التمرين اول مرة اتمره مع امان الجزء ما عرفش النظام فلابس شراب عادي صغير من غير شيء ستايل يعني لا عادي العادي بتاعي والله العادي بتاعي عادي جدا قال لي قلت له ما عرفش ما حدش قال لي قال لي طلع بره وشي كده اه لف حول الملع تاني يوم المطش طب انتوا جايبيننا ليه يعني انا بنيوب النفسي طب انتوا جايبيننا ليه يا جماعة يعني انتوا جايبيني عشان طلعوني بره التمرين يعني جايبيني سفر من بلد لبلد عشان طلعوني بره التمرين عشان تاني يوم طلعوني بره السكور انت تاني يوم حطني في السكور عادي جدا انا ما لعبتش ما لعبتش اه بس هو لا كان في الحتة دي بتفرق قوي الحاجات دي كمان ده طبعا على المستوى البعيد بتفرق بشكل مرعب طبعا لا لا التزام غير طبيعي بتعلمك انك خلاص انت فيه فيه رولز موجودة انت هتمشي عليها سواء لعب صغير او لعب كبير يعني هو ما كانش حتى فيه عذر اللي بالنسبة لي ان انا لسه اول مرة اجي التمرين فما عرفش لا تسأل لا تعرف فاهمني يعني حتى ما صعبتش عليه خالص انت بعد كده رجلك الكسرت صح بعد كده رجلي الكسرت طبعا لعبت مبارات المحلة كنت تعد احتياطي وانزلت بعد تلت ساعة كنا خسري واحد سفر نزلت بعد تلت ساعة الشوت النتيجة بقت اربعة واحد فكورة مالهاش اي معنى ولا شكل ولا لون بحط رجلي كده راحت العظمة مكسورة جالي كسر في قاعد المشتها الخمسة حاجة اسمها قاعد المشتها الخمسة ودي كانت بداية اصابة لها قصة بقى والله اه لا 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 القصة دي انا اول حاجة جبست رجلي فكنت قاعد في بيتي فبكلم دكتور عب علي بقول لها دكتور انا عندي واجع في السمانة قال لي عماد عادي يعني ممكن يكون من من الكسر او الجبس داية قلتولي انا عندي واجع في السمانة كل ما بنزل رجلي رجلي بتوجعني جدا اول مرفعها رجلي هترتاح هاليا ابني ما تخضنيش لو بالشكل ده انا هتحتاج افك الجبس ونعمل دبلر قلتولي انا موجوع جدا قال لي خلصت على اللي بكرة رحت له تاني يوم فكنا الجبس وعمل دبلر طالع عندي جلطة في السمانة دي كانت بداية الجلطات بقى اللي بدأت تجيلي فجالي جلطة في السمانة فاضطريت ان انا خلاص مفيش جبس وبحاول اخد ادوية سيولة عشان الجلطة تروح وهنعمل عملية هنركب مصمار لان خلاص الجبس كده بالنسبة لي مش هينفعها فعملت العملية وراكبت المصمار لحم تمانين في المية من من الكسر وتبقى عشرين في المية بس انا رجلي تمام قادر هلعب ده الموسم اللي انا خدت فيها ده في الدورة ده اللي هو انت اول ماتش نزلته بعد الاصابة دي جبت الجون اللي تريك حطه لك كان ضد جونين جبت جونين فالدوري كملت كله وانا عندي 20% كسر في رجلي خلصنا سافرت المانيا علشان اشيل مصمار واركب شريحة وهنا بقى يعني دراما جوه قطت العمليات انا داخل العمليات المفروض ان انا هخرج يعني العمليات مش تاخد وقت طويل وهخرج فيق والدنيا تمام ومفيش اي مشكلة خالصة لقيت نفسي فيق بالليل متأخر وتعبان جدا وخرطوم نازل من جنبي وخرطوم نازل من رجلي انا باري كتير نايم فيه اه جماعة وتعبان لا تعبان جدا دكتور ياب فيه قال لي ما فيش حاجة عمديه ده بس وهفاهم قطول لأ فيه انا عايز افهم فيه انا ليه تعبان كده وليه نازل حاجة قال لي بس اهدى وبتاقى قطول لأ فاهمني لأ قال لي احنا وحنا فط العمليات الدكتور بي المصمار بيبقى الرأس بتاعته برا العدمة فبيفكها اتقطمت الرأس دي اتقطمت فبدأ يمسك المصمار ويحاول يلفه كل جزء بيمسكه بيتقطم فبقى المصمار كله جوه العدمة فوقفوا اطلوا في قطل العمليات مش عارفين يعملوا ايه هنعمل ايه فهنا كان الاقتراح دكتور قال لأ هنشق العدمة ونشي المصمار فطبعا دكتور يبقى لهم يا جماعة انت لو عملتوا كاف خلاص بطلتوا كورة مش سد طب الحل نعمل ايه قال خلاص الحل هنشي العدم من الحود هنحطه تحت ويبقى المصمار جزء من العدم وخلاص بس بقى جزء من العدم عندي اه فيعني دي قصة ما حكيت اشقر بعدها وبطلت على فكرة يمكن يمكن دي تاني مرة اتكلم فيها على فكرة اه اه فدراما جوه قطت العمليات ويمكن الحمد لله كان كان فالخير جبت جوان بعد كتير المصمار كان مركز شويتين زبط 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 الزوايا بس طب ودي اول بس اللي صابة دي والجلط دي بعد كده بقى فضلت اثرت معك شوية بعد كده انا اتكرارت كزا مرة اه انا عندي مشكلة في عندي حاجة اسمها فاكتور فايف فجسم بيكون جلطات فخلاص بقى يعني جات لي جات لي كزا جلطة بس المشكلة ان جات في اماكن مختلفة وبدأ الجلطات تطلع فوق تطلع فوق فتعامل يعني كشفت في الاول كزا مرة عشي عارف اسبابها ما كنتش عارف لحد ما رحت الدكتورة هنا اسمها دكتورة ميرفت مطر شاطرة جدا صراحة وهي اللي شخاصت وقالت عندك فاكتور فايف وبدأ تاخد دواسيولة مدى الحية بقى لازم اجدو مدى الحية مدى الحية اه مدى الحية اه مدى الحية اه مدى كتير اه محدش عارف عنها حاجة خالص لان مش مطالب ان انا طلع مبرر ان انا لما بقى وحش او ما ضيعش اشتكي اقول يعني مش عايز يبقى فيه حجة فاهم قصدي لان دي حاجة لي انا مش للناس يعني بعد جيبها خالف دي بتاكس قوة كبيرة يعني دي بتاكس قوة وثابات انفعالي وثابات نفسي وثابات ذاتي كبير ما اللي كان موجود معايا كان وقتها مسلمان الجزين واللعيبة مقدرين ده وشايفين ده انا كنت بالعب بكم حقا مفيش حد يتخيلها انا كنت باخد حقا اوقات موضعية في المكان الحتة المكسورة اللي هي لسه ما لحمتش عشان الوجع اوقات كتيرة ما كنتش بتمرن كنت بريح علشان على قد المطشط بس ونفس القصة حصلت في موضوع ضهري على فكرة يعني نفس القصة في موضوع ضهري عادت سنين طويلة يعني مسكنات لحد ما عملت العملية ففيه حاجات بقولك مش شرط الناس تعرفها يعني مش مطالب الناس تعرفها بمين انا كويس وفي الملعب والدنيا تمام وما فيش حاجة هتزود الاصابة اللي عنها يعني خد بالك علشان بس الناس ما تروحش في حتة اللعيبة بتلعب بحقا لا خالص هو الحقا ما هي الا مسكنا لكن العظمة او الاصابة مش هتتفاهم ده علاجها وهي هتكمل كده والوجع جزء من جزء لان فيه جزء ما لحمش لكن في الاخر ما لوش اي تأثير خالص لان العظمة لحمت 8 او 90 في المية بس احنا العشرة في المية او العشرين في المية دي عايزين نخلص منها فكان القرار هل نعملها دلوقتي وانا كنت ماشي هدف الدوري ولا هل نستنى فقط فترة التواقف بس فاستنى فترة التواقف لكن لو في اي حاجة لها نسبة ضرر واحد في المليون كان كله بيرفض سواء المسترمان الجزء او الدكتور لان احنا عندنا الناس بياخدوا الجزء الاولاني ويسيبوا الجزء التاني يقول لك انت بتلعب وبتاخدوا حقا وما بيخافوش عليكو لا طبعا اهم حاجة سلامة اللعيب ده المبدأ اللي احنا كلنا ماشيين عليه سواء كلعيبة او كمجلس ادارة او كجهاز فني او جهاز طبي صراحة يعني عمر ما واحد اتقال له لعب وانت تعبان ما حصلتش ده بالبالعكس اللعيب عايزي رياحه اللعيب هو اللعيزي انا اسمع لا كتير بالزبط يعني احنا فيه مبورلة ابو تريكا كان الملعب المالي او الملعب المالي كسبناها تلاتة صفر او تلاتة واحد حاجة زي كده كان في تصفيات افريقيا وكن هناك خسرنا واحد صفر وفي الشوت الاول داخل في ناجون ابو تريك كان تعبان جدا كان دارة حرارته مسلا تسعة وتلاتين فمسلمنا الجزء قال له لا انت بر الماتش قال لا خليني معك على الدكة تفقق قعد على الدكة الشوت الاول واحد صفر الفرقة اللي احنا بنلعبها لازم نكسب تلاتة على ملعبنا ابو تريكا اصر انه ينزل الشوت تاني هو اللي جاب الهاتريك واو والله ففي حاجات اللعيب هو اللي بيتحمل المسئولية دي وبيلع طب ده يا خلني في حتة بقى عايز اتكلم معاك فيها برضو عشان انت فتحت موضوع انت مفتحتوش بسنة حتة ان انت مبتحكيش القصص وانت بتلعب انا بشوف ان ده بيعكس حاجات شخصية خلاص فانا في حاجات تانية برضو دلوقتي لضمت يعني كنت اصر عايز اتكلم معاك في موضوع ده بس انت لما حكيت القصة دي بالزيت وضحت ان ده تكوينك الشخصي انا عايز اقول لك نقطة معلش انا انا مكنش بقول لأهلي على فكرة على العمليات اتحرك طبعا او الله يعني انا في مراحل قطاع الناشئين الاصابات قبل ما تعرف اي اصابة كنت بقول لهم مش انا كانوا بيقروا في مجلة الاهلي ان اعماد اتصاب وبيعمل عمل يقول لهم لأ دعمات تاني يانا حراب يانا او الله انا طبعا حتى لو انا كبير ومتجاوز دلوقتي ومعايا مراتي وبناتي لو حاجة مش هتتنشر قوي ما بقولش لأهلي ده طبعا طيب دلوقتي لعب كرة القدم بشكل عام انا هتكلم على موضوع الجمهور حل لعيب الكرة لما فيه جمهور اذا كان بقى جمهور في رقيته او جمهور خصم بيشتم بيقول الفاظ بيعمل حركات بيعمل اي حاجة دايما احنا كجمهور بمعن نقول بص لا لعيب الكرة ده لازم يفصل هو دلوقتي لعيب كرة بعد كده بني ادم لازم يفصله بين الاتنين وده الامثل وده الصح فعلا بس في الواقع هو عشان لعيب الكرة لو عمل رد فعل هو هيتعاقب ممكن الجمهور يتعاقب كمان بس الجمهور ده هيتعاقب ان هو ميروحش يشوف ماتشاط تاني انها في الاخر هيرجع لبيته وعياله او لمذاكرته او لدراسته او اي حاجة هو حياته مشى الشخصية مشى زي ما هي انما اللعيب اللي بتوقف ده لو عمل رد فعل بيتأذي في حياته الشخصية كمان لانه ممكن مايلعبش ماتشاط يتغرم فلوس مايرجعش يعمل مشكلة كبيرة يتوقف سانة مثلا حياته ممكن تنتهي الشخصية فهو بالنسبة لعيبة الكرة هي ميكس عشان كده الاصح ان هو ما عملتش رد فعل وانا بدأت شوية بحكم صباح وكده اتعرف اكترى اقرب شوية من لعيب الكرة باتحس ان هو لا او في حتة الانسانية ان هو في الاخر اه ده الامثل بس في ناس بتخرج عن شعورها وبترد ان هو في الاخر بني ادم حتى لو كان ده مش الامثل بس هو بني ادم وانت ممكن لو تحطيت في مكان واسم تعرفش تمسك نفسك بس في لعيبة بتعرف تمسك نفسها وده وانت واحد منهم انت اتعديت في مراحل كتيرة قوي من الجمهور كان الجمهور بيقصوا لافتات وحاجات وكلامه مش عارف ايه وانت عمرك ما عملت رد فعل كان بيديني حافظ ودافع اكبر بكتير من الجمهور ده لو شجعني والله اه والله اولا كنت بشوف رد فعل جمهور النادي الاهلي قدام الحاجات اللي كانت بتعملي كان يعني انت مش متخيل بقواف في الملعب مبسوط قد ايهما بيدافع عني ما بيسمحوش لحد نعم حتى لو المنافس بيشتم بايا كان لا كان جمهور النادي الاهلي بيدافع عني دفاع مستميل ده رقم واحد رقم اتنين كان بيديني دافع وحافظ ان انا عايز اجيب جون عشان ادايقهم اكتر فاهمني وزي ما انت قلت انا لو رضيت انا اللي هتعقل لازم افصل انا في الملعب هو بيشتمك ليه عشان تلعيب كويس هو بيشتمك عشان يدائك بالزبط مش هيجي نحيطك خالص فالفكرة كلها ان انت لو وصلت له ان دي بتضايقك هيدوس عليها فهيفضل مستلمك على طول طول حياتك فمشتعرف تلعب فلا خلص احنا لا يعني كان فيه تركيز فيه هدوء انا في الملعب انا راجل ملتزم الصمت تماما وزي ما قلت حصل كتير وماقف كتير وكان فيها تطاولات غير طبيع عمري برضي لكن برا الملعب شيء شيء تاني ما تشمينيش برا الملعب لكن جوه الملعب انا وجهة نظري لازم تلتزم الصمت وفي نفس الوقت اللعيب ما يستفزش الجمهور لاني بشوف لعيبة هي اللي بتستفز الجمهور بشوف لعيبة هي اللي بتروح للجمهور عشان تعمل مشكلة دي مشكلة كبيرة جدا يعني انا بالنسبالي انا لعيب بنزل اسخة في منطقتي بتعامل مع جمهوري ماليش دخل بالجمهور المنافس حتى لو شتمني انا باحترامي هيسكتوا على فكرة او حتى مش شرطة مش شرطة عشان بلنوتنا محترم هو لازم هو لو زي الكلمة الحلوة قوي اللي انا عايز اخدها من كنها هو انت لو تفعلت مع استفزاز الجمهور هو هيكمل لان هو في الاخر معندش حاجة اخسارها بص حاذب بص هيكمل وهيدوس عليك في ده وهيتعاقب ايه اللي عمار ما عمتشط من غير جمهوري ده هيجي مكان وهيجتمع وهو بيرجع لحياته واخد بالك ان فيه ناس بتباعده في وسط الجمهور ما بتبقاش قبل الكلام ده طبعا انا فاهم انا مش بدافع عنهم بس باتكلم في المبدأ انا بيعجبني او بقى عايز افهم اكتر عقلية الشخص اللاعب اللي عنده السبات المفعالي الكافي ان هو يجيله تجاوزات كبيرة جدا وما يردش بزبط بتحتاج تمرين نفسي كمان انت مع نفسك بيتم جاهز نفسك في الاول وبعد كده بقى الموضوع طبيعي جدا بيتبقى عارف انا بقى بقى عارف والنازل ملعب في مبارات معينة مع اندية معينة بتشيل بقى من دماغ خالص ان انا نازل هركز في الماتش هلعب انا عارف ان هتشتم انا عارف ان هيحصل واحد اتنين تلا فيه لعيبة معينة بتبقى عارف ايوه طبعا كل الجمهور بيبقى عارف بس المعنى الجزية في مباراة مبارات قال لي اعماد لو انت متضايق كان دي اكتر مرة الجمهور كان كارسي يعني كان عامل حاجات غير طبيعية جالي قال لي اعماد لو مش قادر تلعب ما فيش مشكلة قال لي طبعا فيش احياء خالص قال لي طيب انزل الملعب ايه في الودانك خالص ما تسمعش قال لي فارق معي انا لعيب كرة وان شاء الله هنكسب وان شاء الله هجيب الجوان علشان زي ما هما بيشتموني انا هدقيقهم بلعب حالا بس فهو ادي الرسالة اللي ممكن تبعتها عشان دلوقتي برضو فيه ناس بتفرج علينا اجيال صغيرة والعيبة صغيرة واكيد ده هيحصل وهيفضل يحصل في الكرة الى مدى النهاية فهي دي الرسالة من الاخر بزبط ما لكش دخل بجمهور المنافس خالص يعني ما تجيبش جون وتروح تحتقفل قدام جمهور المنافس فيه ناس بتحب تعمل كده عشان هي بتحب ده اصلا بقى هو يحب يستفزوا عشان يشتمني فانه احسن لقلمك فيه ناس كده فيه ناس لعيبة بحسهم كده حتى مش في مصر يعني بس تحب ان هو عايز يعمل المناكشة دي عشان بتحفزه هو انت ممكن يبقى رضي فعلا لو بتتشاتب ممكن تبقى رضي فعلا انك لما تجيب جون بتروح لهم عشان تعملوا كده بزبط عشان تدايقهم ده بيبقى رضي فعلا لكن في البداية انت ما تبدأش لان في الاخر انت لعيب عليك لازم تبقى هادي زهنيا فاضي ما فيش اي حاجة بتدايقك وغير كده انت ما تعرفش شخصيتك انت هل انت قوي انك تقدر تتعامل مع الضغط ده ولا انت لا هتقع ففيه لعيبة لا ما بتقدرش ما بتستحملش اول ما بيتشتم ويتدسع عليه شوية ويبدأ يحس ان القرى هربت منه تلاقيه دماغه تروح في حتة تاني ما انت اخد بالك مش كل مواطشات تبقى كويس وانت بتتشتم ممكن في مواطشات تبقى وحش هل بقى انت هتعرف تجمع كل اللغبطة اللي موجودة دي الحاجات اللي ضدك وتبقى هادي هي دي النقطة لكن احنا وقتنا كمان كان قد بالك تروح تلعب في السمالية وتروح تلعب في بورسعيد وتلعب الزمالك المبارات دي كلها كان فيها شحن جماهيري غير طبيعي وحتى منشاط المنتخب انا فاكر احنا لما كان فيه منتخبات تانية بتجيلنا الجمهور كنا كناش من قطسة كتين الموضوع مش داي دلوقتي دلعبة دلوقتي متدلعة واني روح يلعب في منشاط فيها خمس سلاف متفرج وما بيستحملش الجمهور بيقولوا حاجة غريبة طيب دلوقتي انت بعد بطولة افريقيا روحتوا كاس العالم وكاس العالم ده كان مع حسن شحيتا كابتل حسن شحيتا وعملته كاس عالم رائع برضو يعني مكملين على كاس العام اللي قبله اللي خدنا فيه برونزوية ده كاس العام اللي بعده وقدرت ان انت تجيب جول عالمي في ماتش انجلترا حلو؟ وده الجول اللي اهلنا وبعد كده خرجنا من الارجنتين من مسكرانه ورفاقه صح؟ بالجولدن جول بالجولدن جول يعني انا بالنسبالي ده اغبى قانونة عمل اهو الله اهو الله اهو الله اغبى قانونة عمل قانون اللي طلع ايطاليا من اليورو بالزبط بالزبط مفيش حاجة اسمها جوني ييجي ايه يعني 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 ده ظالم بكل معايير كرة القدر يعني احنا في مبارات الارجنتين واحد سفر الارجنتين واحد واحد نلعب اكسترا تايم احنا احسن في الملعب احنا مش هقولك احنا ند لمنتخب الارجنتين فرصة هنا وفرصة هنا مرة واحدة كرة بتيجي غلطة جون انت بره بره كسل عن اه حاجة بشعة ظلم ما بعده ظلم صراحة يعني انا مش مصدق القانون ده اصلا انت اتعمل ليه وتلغى على فكرة بعدها يعني هو ما اتطبقش وقت طويل نا لكن احنا بس هلما الفين وستة ما كانتش فيه جولدن جول خلاص بس خلاص لازم يتلغي لا يعني انا ما عرفش هو اتعمل ليه فاهمني لكن البطولة دي الجيل ده عمتا زي ما انت قلت جيل الفين وواحد بطولة الفين وواحد مع كبتشاو غريب وصام غالي بقى وزيدان والجيل القوي ده ونفس القصة الجيل بتاعنا عمر زاكي حسني عبد الربو احمد فتحي عماد عبد الوهاب الله ارحمه احمد وحيد الله ارحمه الشريف اكرامي يعني فيه لعيبة كتير عشان ما منساش حد من غير ما تقول اسامي جيل جامد وجيل قوي وده اخر جيل عمل انجاز تريد على انتخب الشباب او جيل صلاح برضو وحجازي اعتقد ان هما وصلوا لدور مش فاكر اه مش فاكر كان ايه وصلنا لدور صح هاي كده والأولمبياد برضو كانت كويسة انا كنت معاه هموا ايو انت ومتعب انا وابوتريكا انا وابوتريكا انا لما بقعد اتفرج على كاسة وابوتريكا للشباب انا لما بقعد اتفرج على مبارات المغرب باتفرج على مبارات كود ديفور لا انا مش مصدق اللي كنت بعمله في ملعب والله انبغضر حلو اني ولا حسني انا بقعد اتفرج هو ازاي انا كنت كده هو ازاي انا كنت كده ولسه في مصر حلو انت فاهمني حاجات غريبة ماتش انجلترا مسلا تسيبك من الجون اللي قبل الجون واللي بعد الجون في حاجات غريبة بتحصل في الملعب يعني في في انا بعمل حاجات انت فاهم ايه طبعا يعني 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 بالظبط فتلاقي في حاجات فاحنا عندنا اجيال ولعيبة في السن ده لو اهتمنا بيهم هم اهتموا بنفسهم وحط تحت اهتموا بنفسهم مليون خط وركزوا ان هم يكملوا هوصالوا في حتة تانية خالص الميزة عندنا ان الجيلين دول اندمجوا مع باقي الجيل بتاع 98 وتحطوا على بعض فكان معنا لعيبة خبرات ومعنا الجيل اللي قبلنا احمد حسن واي الجمع حسام حسن فالفين وستة برضو شوية حسام الحضري عبد زهر ساقة اه اه عماد النحاس شادي محمد بركات دول كلهم اللي كانوا اكبر مننا وعبد الوحد السيد يعني فيه عبد المنصف فيه ناس عشان ما انساهمش يعني وبعدك حسام غالي بقى ومحمد شاوي غالي وشاوي وزيدان جمال حمزة جمال حمزة بزرط ما كاملش مع المنتخب شوية واحنا بقى حسني وعماد وعمر زكي وفتحي فالاجيال لما اندمجت مع بعض شفت بقى الانجازات اللي انت شفتها الفين وستة وتمانية وعشرة وحظنا السايق ان احنا موصلناش كساعدة بس دلوقتي لما هي اتكلم على الفراودة بالذات احنا دلوقتي ما بقناش بنشوف فراودة بتطلع من ناشئين احنا انا سألت سوني نفس السؤال زمان كنا بنسمع عن لعيبة بتجيب بالتلاتين اربعين جول وكل جيل يعني ما بين كل واحد جامد وقابليه اصغر ثلاث سنين في واحد كمان جامد وفي الاهلي وفي الزمالك وفي كذا فرقة دلوقتي ما بقاش فيه بص انا عايزك الفين وستة تحسب كان فيه كم مهاجم في منتخب مصر اعماد نتعب وحسام حسن وميدو وعمر زاكي وعبد الحليم علي وخمسة صاح خمسة هم بيلعبوا جول بيلعبوا في مركز او اتنين احنا يعني فانت عندك اختيارات مريبة احنا مباراة كودي فوار على مباراة كونو كنت بالعب انا وكابت حسام حسن وعمر زاكي مباراة كودي فوار كنت بالعب برضو انا وكابتان وميدو وميدو خارج فيه لا ده كان السنغال لا السنغال بس انها ميدو خارج وعمر زاكي نازل كمية كواليتي مش طبيعي في الفناو ده النقطة ان عندك بالزبط لعيبة بتقدر تأدي الدورين هم يلعبوا جوهات 18 ويسجلوا لعيبة بتقدر تنزل ويبقى راس حربة تاني فده كله موجود لكن دلوقتي انت الفرقة بيلعب بمهاجم واحد وبعد الفرقة كمان تقولك مهاجم واهمي انا الجملة دي بتعصبني جدا عن متى مفيش فريق في العالم قوي من غير مهاجم اساسي حالو مانشستر سيتي هالند ريال مادريد كريم بنزيما برشلونا ليفندوفسكي هي الكرة رجعة يعني هو باب اللي هو ملك المهاجم الواهوي الواهني مع ميسي ومش هارفيه دلوقتي بعد ما قاعد سنين مع سيتي عشان يوصل الكمال الكاراوي اللي هو وصله ده جاب هالند برشلونا كان مع مين كان مع ايته حتى اتلاتكو مادريد كل الانجازات اللي عملها سيميوني دايما كان معايا فرناندو تورز اجويرو فورلاند لازم 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 من غير مهاجم مش هتعرف تعمل حاجة والله الناس فاكرة ان انا لأ حط اي تلاتة قدام وهم هيجيبوا جوان لأ انا لازم مهاجم بيعرف يتعامل جوال 18 بتحركات باستلام الحاجات البسيطة اللي بيعملها المهاجم بتفرق 18 درجة عن لعيب بيقوم بدور المهاجم فده اللي مخلي فيه يعني كل من المهاجمين زمان احنا كنا بنلعب ايه نلعب اتنين مهاجمين سابتين اربع اربع اتنين او ثلاث اخمس اتنين فيه اتنين مهاجمين سابتين وفيه اتنين احتياطي ليهم دلوقتي انت واحد بيلعب في الملعب وممكن ما يكونش مهاجم وتقعد لوحد برا حلوة النوطة دي فانت منقطع الناشئين اصلا وفرة المهاجمين بتقل كله بقى عايزي بقى وينجر زي مبابي زي نيمار زي ميسي زي كريستيانو برده اولا الجنح زي صلاح الجنح الهدف هو دي موضة العشر سنين اللي فاتوا بالضبط والمدربين بقوا بيطلبوا حاجات دلوقتي من المهاجم ان هو يدفع اكتر فاللعيب بقى بيركز ان انا عايز اقوم بالادوار الخارجية وما قومش بدور الرئيسي ان انا جيب اسجل اهداف انا عندي عشر لعيبة بيدفعوا تسع لعيبة بيدفعوا وانا العاشر ممكن هما يدفعوا وانا بقى موجود قدام على فكرة اه هبقى تحت الكورة لكن الدور الرئيسي بتاع ان اسجل اهداف من الاخر يعني في ناس يعني انا قلت الكلام ده المرون المحسن مع منتخب مع كان مع كوبربان كاس العالم وكان مع كابت حسن البدن قلت له اه مرون انت يا حبيبي الهدف الرئيسي بتاعك انك تجيبه جوان مش الهدف انك تعمل تكلم انك ترجع تدفع تبقى بكرة ومفيش حاجة اسمها انت بتخدم على الناس انت المفروض اللي تحتك هما اللي بيخدموا عليك المفروض انت لما تفرج عليك انت جيبت كم جون شطت كم كورة عملت كم كورة على المرمى حاولت كم مرة ده تقييم المهاجم مهما كان الادوار التانية اللي بيعملها بس ده تقييم الرئيسي انا في كاس الومانفريقية الفينوانية ما جيبت شوال جون ايه تبهدلت عملت بطولة غير طبيعية ولعبت على المرمى على فكرة وضيعت لكن تبهدلت ما جيبت شوال جون وخدنا البطولة بس ومنكو بالنفسك كنت حاس انه مش راضي على ده مش راضي طبعا اه كنت كويس جدا مجهود غير طبيعي بعمل كل حاجة بيطلبها مني الجهاز الفني وكنت اساسي في كل المطشعة لكن في الاخر لا عايز اجيب جون انا دوري ان انا اجيب جون فهم قصدي فمروان لما طور من ده انا كنت بتفرج اخر مباراة لي جاب جون وعمل اكتر من ثلاثة اسست شاط ثلاثة كورة على المرمى طب في ايه هو ده بقى هو ده المهاجم هو ده اللي مطلوب من المهاجم انه يعمل كده علشان انا في الاخر مش هيقول انا بسيط كم كورة مش اقطعت كم كورة مش هتتحاسب على ده انت هتتحاسب انت جبت كم جورة شدت كم كورة هي دي الفكرة فالنفس المهاجمين يتعاملوا بالشكل ده يعني اتمنى ان يعني يبقى فيه تركيز في قطاع الناشئين بدل مهاجمي وباتنين مهاجمين مش شرط تلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد مش شرط خالص مش شرط خالص مش شرط لممكن تلعب اربعة اربعة اتنين وعلى شان هي بدأت ترجع دلوقت يا عمتا على فكرة يعني في اوقات الملعب زدان مع رونالدو كان مع ريال مدريد في العمل وفي الشامبيز ليج ده كله كان في الاخر شكل الوجومي بيبقى قريب اربعة 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 بس ما دلوقتي على فكرة اوقات بيبقى فينيسيس وبنزيم ها يعني هي النقطة كلها ان انا ممكن ريح اتنين وتمانية هيدافع بس في الاخر لما الاثنين الكرة هتجلهم هعرفوا تصرفوا فلو عايزين مهاجمين ومهاجمين بقوة لازم نزود مركز المهاجم الصريح في الملعب هل على قطع الناشئين لان طول ما انت بتلعب بواحد خلاص ما فيش حلول لو بتلعب واحد واحد على الدكة انت عارف وانت بتتكلم على 2008 عشان برضو نقطة عايزين نتكلم فيها فالحوار ماشي بشكل جميل بس بشكل طبيعي والله عزيم حاجة مضحكة لان بتلعب 2008 دي بالذات انا كنت عايز اسألك لان انا فاكر انت كابتا حسن شحية انت كنت معاه من ناشئين فاطلعت وفريق اول فطبيعي ان انت تبقى من المواجمين المفضلين بس زي ما قلنا كان زمن فيه مش طبيعية وفي الاخر اللي ما بيطلعش من ملعب هو عماد عماد بنطلع بيلعب كده كده وبالذات وبتلعب 2008 انت ما جيبتش جوال بس كابتا حسن شحية كان برضو بيحتمد عليك بشكل كبير قوي وبطلعكش من ملعب كنت الاساسي في وسط أسامي مرعبة فدي حاجة جميلة جدا بس انا عايز اعرف ايه اللي وراها بقى كان بيحصل ما بينكو ايه وهل في حاجة معينة مثلا هو كان بيطلبها منك فانت بتعملها ولا ثقة ولا في حاجات يعني التركيبة دي عايز اعرف القصة اللي وراها هي كل حاجة كل حاجة من اللي انت قلتها هي ثقة واشرة سنين هو عارف انا بلعب ازاي عارف تفكير ازاي عارف دوري اللي انا بقوم بي عارف امتى كون في الملعب وامتى ما كونش في الملعب عارف ان انا ممكن يكون مش في حالتي لكن بسجل خد بالك انا زي ما قلت لك في منتخب الشباب كنت هداف المنتخب في جميع المراحل اللي احنا كنا فيها لما كابتن حسن شحات همسك المنتخب فترة مؤقتة لو تفتكير كان المفروض مؤقتة بعد تردل بالضبط احنا لعبنا مع كوريا كسبنا احد صفر جبت الجون لعبنا مع السعودية كسبنا احد صفر جبت الجون لعبنا على معتقد مع بلغاريا كسبنا احد صفر جبت الجون لعبنا مع بلجيكا كسبنا اربعة جبت جونين لعبنا مع مع ليبيا المطش اللي كسبنا اربعة واحد جبت جونين وعملت جون ليميد لعبنا مطشين وديين قبل كاس الأمم أفريقيا هنا في مصر جبت جون في السنغال في كاس الأمم جبت تلات أهداف لعبنا البطولة العربية في 2007 هدف البطولة جبت خمس تجوان روحنا قبل كاس الأمم ملعب مطش ودي مع مع أنجولا جبت هاتريك روحنا البطولة ما جيبتش أنا جوك خلصت كل خلصت كل حاجة قبل البطولة خلصت نصيبك كله بزبط ما أنا قلت يعني أنا خلصت الهاتريك في المطش الودي آخر مطش قبل كاس الأمم تعليلنا تلات تلاتة كنا بنلعب مش فاكر كنا فين كنا في البرتغال ولا فين تعليلنا تلات تلاتة وجيبت هاتريك روحنا البطولة وجيبتش على جون بس لو تشوف كم المجهود وكم الجاري اللي اتعامل في الملعب غير طبيعي غير طبيعي بمعنى أنا سبحان الله مبارح كنت متفرج على الهاي لايتس بتاع مطش الكاميرو اربعة اتنين اتفرج على الملعب اولا كان بيلعب معي زيدان وعمر زكي انت متخيل اعماد وزيدان وعمر زكي انت مش متخيل يعني من الوقتي بنلعب مصطفى محمد وندعي اي حاجة تاني يسنت جنب صلاح يعني فاهم بالضبط فهي الفكرة كلها ان البطولة دي كان كابتن حسن واصق مليون في المية ان اعماد لأ ممكن يجيب في اي وقت يعني المباراة دي مسجلش لأ ممكن يجيب في اللي بعدها المباراة دي فكرة ان كنت متطمن لها وكنت حاسة انها هجيب اسجل فيها هداف كان الفاينة مع الكاميرا يمكن في اول ماتش ضيعت فرستين لكن انا من جوية كنت حاسة انها هجيب جوانا لكن كابت حاسة ان في الديها على معتقد تسعة وستين حاجة زي كده خرجت انا مش فاكر نزل مين مكاني مش متذكر اه مش متذكر واكسب نحط اه 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 ايام ممتعة ايام جميلة فعلا ايام جميلة ولما ترجع تشوف الجيل ده عمل ايه وتشوف المباراة اللي كنا بلعبها وتشوف وتشوف النتائج يعني بمناسبة كابت حسن شحاتها والصيقة اللي انت بتكلمني عليها انا كابت حسن شحاتها في مباراة وديها كناها باللعب غانا في مصر هنا مباراة وديها فقال لي عمد انت هتوقع احتياطي. ماشي يا كابت حسن ايه المشكلة? يعني ما تقعدني احتياطي يعني ماشي. قال لا لا انا هعدك احتياطي لغرض في نفسي عقوب. قلت له ماشي يا كابت حسن يعني انا معاك انا بتاعك يعني ما عنديش مشكلة. كنا خسرية اتنين واحد. نزلت في اخر تلت ساعة. جبت جون انا من اللي بحبها جدا. تعزلنا اتنين اتنين. اول ما خرجت ملعب قال لي شكرا. مش عايز منك حكتر من كده. قال لي لان الناس بتقول ان انا بجملك. انا عايز ازبط لهم ان انت بتلعب بمجودة. فاهمني? فدي مواقف مباراة الجزائر. انا عايز مباراة الجزائر دي بقى تحكي هالي كده. وانت في الملعب بتحكي لي احنا يعني ايه? دي بعتاجين نكسبة اتنين صفر. فتجيبوا جون في اول ثانية ويجيبوا جون في اخر ثانية. يعني يا حراش. انا المباراة دي بالنسبالي انا اتصابت في التحكيات ده. كان جالي قطع في رباط الخارجي وكسر في الشازي. وروحت المانيا كنت في شهر ستة في المانيا بعمل عملية. وكنت بتعالج وقت ما المنتخب كان بلعب كسر الكارات. كسر عامل الكارات. وهرجع شهر تسعة. والمطشة اربعتاشر حداشر. لعبت مطشين مع النادي الاهلي. وبعد كيه كابتن حسن شحات اخدني مع المنتخب لعبت مطشين. ناس كتير بتنتقد ليه اعماد موجود في المنتخب. اعماد مش جاهز. كابتن حسن بيجامل اعماد نفس القصة انت كمان? كنت منها. اه ماشي. كنت عندي صباح وصحيتها عندي حاجة. ماشي. صراح عشانا كنت صريح. بالزبط. لكن هي ثقة من كابتن حسن شحات. وحملة عليها. خد بالك ده كله كان بيشيلني مسئولية مريبة. ان انت عايز انت لعب كويس. ومهاجم جيد جدا. وعندك امكانيات غير طبيعية. وبيتجيب اجوان وعندك ثقة في نفسك. لكن الراجل ده هيتضر لو انت بقيت وحش. وانا بقول لهم يا جماعة هو في واحد في العالم. عايز يخسر. عايز يجامل حد عشان يخسر. مفيش كياه في الدنيا. مهم بارات الجزائر خدنا. ودي اكبر يعني ده كان اكبر شحن اعتقد في تاريخ مصر. يعني مثلا من ساعة مطشي الجزائر اللي قبله اللي روحنا بيه كاس العالم في 89 ممكن. ده كان اه لو كاس العالم 90 ولا حتى صح? عمري ما شفت كاف حادي. اه اعتقد في تاريخ مصر كلها. عمري ما شفت كاف حادي. اه قبل مطشي مصر الجزائر في 2019. انا عايز اقول لك الاجواء قبل المباراة. اجواء مريبة. طبعا. احنا بنتحرك من القتيل للملعب. مفيش مخلوق في الشارع. احنا فيه طريق لنا احنا مخصوص من القتيل في التجمع. كان القتيل في التجمع. لحد استاد القاهرة والله ما شفت مخلوق قدامنا. كم العربيات التأمين. انت انت بص اجواء تدخل استاد. انا شفت الجمهور. هو ازاي الناس دي ممكن ت راحز علاني. مفيش. مفيش. خالص. يعني مفيش تشجيع. مريب. مريب في المباراة. تبدأ المباراة بهدف لعمر زكي. وانا خلاص بقى. وبالزرق. والجونة عقرب كده ودخلت. يعني اللي هو هتمشي. يا خلاص هي خلصانة. انت هتكسب بقى هتكسب بسكور يعني. هتكسب بسكور. برة واحدة. وهتزفر والدنيا بتتأخر. وهتزفر والدنيا بتتأخر. الشرط الاول بيخلص. الشرط تاني كابتن حسن شحاتة يقول لي قوم سخن. قوم تنع وبركات على ما عطاك. حلو. بدأ حسيت اني فيه ناس من في المدرجات شوية. بطوقة. لأ. بيزوموا. على تسخين. على فكرة ان اعمد هينزل. ولسه راجع من اصابة. عارف دي كلها حاجات انت بتحطها جواك. انت شايفه من انت بتسخن. يعني بتحسها. فيه فرق ان لما بتقوم تسخن تلاقي الجمهور كله يهيس ويشجع. وفرق ان انت اعمد سخن عادي. يعني ليه. مش متعاود عليها. اه مش متعاود. ليه يعني عارف الليه اعمد دلوقتي. مش وقت. المهم منزل ترى وبركات. كالعادة مفيش حاجة بتحصل. مباراة زي ما هي ماشية. فريق جزاربي دافع باستماتة واحنا بنحاول بكل الترق. لحد ما جات اللحظة الشهيرة يعني. بس انت بقى انا عايزين ندخل في تفاصيلها. رجعك تعيشها. رجعني. 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 عايزين نعيشها تاني. خلاص. انت كنت. طبعا في الدسعين بلاس دي انا عارف ان انت بتقولي هي موجودة وبتاع. بس دي بالذات بقى. يعني بتحس ان في الوقت بيخلص. هل رجليك بتتقل? والضغط بيزيد قوي? ولا اللي انت كنت بتقوليه في اول حلقة بقى ان هو لأ هو جات وده هيبقى الجن الحلو اللي هيصنع الفارق. هو ده. هو نفس التفكير. هو نفس الاحساس. فبقى لك بقى الفرحة لو جبت الجن دلوقتي للناس دي. هيبقى عامل ازاي? اي نعم فيه ضغط كبير وحمل غير طبيعي ان الناس دي تراحز على انا. دي كارثة من من الكوارث الكوبرى يعني ان انت بتكلم فيه مئة الف وفيه تمانين وتسعين مليون في بيوتهم. ده مئة الف على اقل. السر الخير اخيم بيشيل اكتر كمان. بالضبط مئة الف وفيه تمانين مليون هيكتائبوا النهاردة مش هيناموا. والوقت عمال يعد وعينك على الساعة وعينك في الملعب وتركيزك الجند. الشبكة دي تتهز. انت فاهم? والماتش اصلا فيزيكل قوي. قوي جدا. قوي جدا. قوي جدا. قوي جدا. وقتها بدنيا وفنيا. الكرة تلعبت من ناحية مين? احمد عيد. احمد المحمدي الاحمد عيد. احمد عيد كان لازم نعدك برضه. بالضبط احمد عيد عملها انا وقعت. لو رجعت بالزاكرة تليهنا وقعت. الي ممكن الوقعة دي هي اللي خليتني جبت الجور. انت تحركك في الجن ده اصلا يعقت. بان انا رجعت وشفت الجن ده مليون مرة. انا بطرق عليه كتير اوه. انا بطرق عشان اسمها السرخة السرخة اللي بعد الجورة. ايوه رجع خطوتين عشان ما تبقاش اوف سايد كمل انت طبعا انا لما وقعت فعلا يمكن والله على فكرة كان بيلعب وقتها كان بكرة وبكرة كان طويل جدا جدا كان نحليش وبكرة وعن ترياح كلهم مدافعين طوال جدا فلما وقعت هم سابوني لان انا كنت اوف سايد الخطوتين اللي رجعتهم ما رجعتش كده رجعت كده رجعت بميل فبقى فيه فرق بيني وبينه متر ونص اه ما رجعتش في حضن الماني ما رجعتش عدل رجعت بميل اه بالضبط رجع بميل رجعتي دي سيد معاوض عمل اه العرضية طبعا عرضية مكسحة انا قلت هزوق وفوزت الفرحة عرضية مثالية يعني تقطم الظهر فعمل عرضية كده انا سيد سيد عبيبي لا انا على طول بقوله كده قلت له كسرت لي دهري هو علشان القرى تعدي كان لازم يعملها بالشكل ايه كل العرضيات اللي بيعملها بتتشال ان هم اطوال جدا وملابناها مكوين فرق شايلها وانا طلعت يمكن لو بسيت للجندة هتلاقي مفيش قوة خالص لا كرة مفيش قوة خالص بس انت تناطت لورك كمان صح؟ اه مفيش قوة خالص لكن يعني يمكن مستر مالجو زيه علمني حاجة انا بيها جيبت جوان كتير جدا 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 وبقت الدنيا سهلة الحاجة الصعبة بقت سهلة بالنسبالي الكرة دي صعبة جدا جدا فوق ما تتخيل لكن بالتركيز وانا هتلاقي بعكس التجاه حارس المرمى حتى هي بطيئة مقدش الحق هي دي اللي علمها لك ان هي تحطها بالمهاج عكس عكس تجاه بص هو طول عمره بيقولك الكرة جاية كده حارس المرمى بيحاول يقفل لو حط تطاله هي جاية من ليمين مثلا دي كانت جاية من الشمال جاية من الشمال سايد معاوت الجون بيبقى قافل زاوية ليمين زاوية ليمين ده بيبدأ يرجع عالشمال انت لو حط تطاله عكس تجاهه علشان يتحرك هياخد وقت وقت طويل وممكن يتصاب فيها فدي تعلمنا تعلمناها منه حط الكرة عطول عكس تجاه حارس المرمى ولو في القرى يبقى في زاويتها في نفس الزاوية دي اصعب حاجة لحارس المرمى وبالفعل الكرة كانت بطيئة لو خدت بالك احمد حسن كان رايح وراها عشان يكملها وانا عم اقول له يعني انت احمد عاز مني يا احمد عاد سيبها سيبها يا صقر بقى سيب حاجة لنا لكن انت مش متخيل انا انا نفسي رايحة من الناس اللي في الملعب بتحضنني والله انا نفسي رايحة فعلا اتعب انا كنت تعبان اللي حقني مش فاكر عمر زاكي ولا شاكر مين الناس انا وقع انا لما بجيبه جوان ما بقعش عشان بحبش اتخني انا وقعت غصب عني اه لا وقعت غصب عني يعني فاجواء انت مش متخيل التلات يام او الاربعة التلات يام بالزبط ما بين المبارادي والمبارادي انا كنت عايشهم ازاي انا فيه تليفون اصلا بالنسبة لي ما فتحش خالص من كتر الاتصالات قطع لا هو قطع قطع ما فتحش خالص تليفون نفسه ما فتحش خالص الضرب والله ضرب من المساجات والمكالمات التليفون ضرب ما اشتغلش تاني فكانت ايام اتمنى ان شاء الله انت كنت تلعب بدماغك حلو قوي وانت اصلا مش المهاجم جسمانيا تقليدي في ساعتها للفيرود الفيرود مثلا لو بتقول نتكلم على ميدو طويل عمر زاكي دبابة عبدالحليم كان طويل برضو وانت ازاي كنت تلعب بدماغك حلو قوي كده وانت مش في طول الناس دي كلها علشان انا كنت بالنسبة للطايمينج انا ما كانش بالنسبة لي الكرة ارتفاعها عامل ازاي لا هو توقيتي للكرة عامل ازاي فهم قصدي وما بحاولش ادخل في التحامات فردية ان انا واحد ضد واحد لان لو دخلت مع الافارقة في التحامات فردية انا خسرا خسرا هم اقوى هم اسرع ده طبيعي جدا بتكوينهم الجسماني فكنت بختار التوقيت الصح سواء ان انا بقطع على القريبة او بروح على البعيدة والطايمينج اللي بطلع فيه لكور فده كان بيفرق معاه بشكل كبير جدا وجبت بساق وهداف كتيرة جدا وانت كنت بتتكلم كمان على فترتك في السعودية وفي الاتحاد انت روحت مرتين تعاون والتحاد بس الاتحاد السعودي انت اخر مرة الاتحاد السعودي خدت داولي كنت انت موجود وده كان 2008 او من 13 سنة ده اكثر والسنة دي احنا بنصور الحلقة لسه الاتحاد متفوق على النصر بتلات نقط تعادلوا مع الهلال ات متابع انا متابع بعتلهم فيديو اصلا والله ايه دا اشتوش بقى كلموني من السعودية وقالوا اعايزين فيديو نحطوا اللعيبة فبعتلهم عملتلهم معرفش نزل اللعيبة لسه بتتابع مانشاط للتحاد بشوفها على فترات اخد بالك انا فتر التحاد جدا دي فترة من الفترات المميزة في حياتي اش معنى بقى روحت في جيل مش قوي جيل على معتقده هو الاقوى بالنسبة للتحاد جدا دي من وجهة نظري محمد نور سعود كريري حمد المنتشري مناف مبروك زايد ريدا طكر قسما المولد هشام بوشروان احمد حديد نايف هزازي محمد نور اقولك ايه ولا ايه لعيبة كلهم هم الاقوى ام او من الاقوى اللاعبة اللي موجودة في السعودية اول ما روحنا كان كنت روحت لهم معسكر في كتر لعبتهم بره ودية جيبت جون وبعد الخمس دا انا مش قادر امشي ميت من التعب لاجواء كانت صعبة جدا كان في الصيف كان شعر تمانية اه لعبنا ماتش ودي تاني بعد الخمس دا بقول كان معنا كالديرونت يعني الموديل الفني والراجل دا انا بحبه حب غير طبيعه هو مدرب غير طبيعه قلت له بعد خمس دا قلت له عايزة غير عملت ان انا رجلي وجعاني قال لي اوه هتكمل هتكمل انا عارف الجهاز اللي بيتحط دا يعني هو صفر من الكتر تعبان جدا كنت مريح حوالي اربع خمس ايام وروحت على طول على المطشين ما اتمرنتش حتى وعكا رجعت على القاهرة وبعكا طلعت على جد بس حظي الحلو ان انا اول ما بدأت سجلت بقا اول مباراة سجلت هدف من افضل اهدف اللي انا سجلتها تاني مباراة كسبنا اتنين صفر سجلت هدفين المباراة اللي بعدها مش عارف ايه وبعد كان المباراة رابعة كانت امام اهل جد وجبت هدف في ال ديات تنين ونسائين في ال ديربي لافدنا انت تسين بلوس في ديربي هدف صعب جدا اخط بالك انا جبت جنين في اتحاد جد هؤ من اصعب اللي جوان مكسب في الديئة 92 وآهلي جده كنا متعدلين واحد ما بيحكيها بتبان سهل اول الله يعني انا بنعاني منها والله الجنين برجل الشمال واللي اتنين صورة طبق الاصل اولانية باستلمها وبشوت ده في الاهلي التانية بعد الكرة من المدافع وبشوت برضو بشمالي واللي اتنين في زوداء يعني لو لو الناس شافت الجنين دول لا انت مش متخيل هم صورة طبق الاصل مع فارق ثلاث دقايق في التوقيت ده في الديئة 92 وده في الديئة 89 وفي مبارات مهمة جدا وجمهور الاتحاد انا عيشت في جده اصلا عشر سنين فكان لها صحاب كتير قوي بيشجعوا الاتحاد ولما حجازي كان طالع من واس بروم على الاتحاد عملت فيديو كده وكنت بقى موجه انا عندي جمهور كتير من السعودية يعني فكنت موجهوا ليهم وبقول لهم ان انا حاس ان انتوا هترتبطوا بحجازي قوي طبعا اللي حصل ده كان فوق الخيال لناس كتير كمان بس كنت شايف ان هم هتركبوا على بعض لان احجازي ملتزم وراجل بلغة الكورة يعني اللي منعد نقولها اللي هو ملتزم وبيركز وبتاع والجمهور هيحبه لان انا عارف ستايل جمهور الاتحاد عمل ازاي ونفس الكلام بينطبق على متعب فانت كنت قد ايه تعاملك مع جمهور الاتحاد كان بيديك ثقة في الاحتراف ده وفي الغربة ان في ناس كتير قوي بيبقى بالنسبة لها الايه ده ده رايح السعودية او رايح الخليج راح ااخد فلوس ويرجع الناس كانت بتحبيني هناك حب غير طبيعي غير طبيعي اه شيء طبيعي لما بتبقى كويس كمان الموضوع ثقة بتزيد بينك وبين الجمهور بينك وبين اللعيبة قصة انها راح ااخد فلوس ويرجع ده ما كانش حاجة في دماغي خالص ولا كانت في حسباني وبتدليل ان انا اول ما روحت جابوا لي عربية كده مش فاكر كانت نوعها ايه كانوا امشي بيها روحت راح مأجر عربية غير طبيعية بارقام غير طبيعية وقتها ما كنتش متجوز وكنت الواحدي علشان اقول لهم انا مش جاي عشان فلوس خالص انا جاي جماعة العب كورة بس في نفس الوقت ووفروا لي ايه الحاجة المناسبة الناس الناس ووفروا لي كل حاجة صراحة اه جمهور غير طبيعي بيشجع الفرقة بشكل غير طبيعي انا انا استمتعت بالسنة اللي انا كنت فيها يمكن خدنا الدوري اه وصلنا النهائي اسيا كان نفسي كان نفسي يكسب دور ابطال اسيا يعني يبقى خدت دور ابطال افريقى وابطال اسيا كان نفسي لكن خسرنا في النهائي يمكن الجمهور كمان شفت شفت كمان الجمهور لما انا ضيعت كنا بلعب ضرب الجزاء مع النصر في في الكاس وكان حسام غالي في المباراة دي عمل حاجة جي يكلمني كنت انا عددكة ونازل وجي يكلمني فضيعت ضرب الجزاء فطبعا هناك قال لك ايه وحسام كان بقول لي ما ات بلعب ضرب الكزاء والله وخرجنا من الكاس خرجنا من الكاس كنت انا السبب لكن مساندة الجمهور لها واللعيبة المباراة اللي بعدها كنا بلعب الاتفاق جبت جنين كسب نصف روح اللي جبت جنين فالفكرة كلها ان جمهور من من اقوى الجمهير اللي انا شفتها يعني بيساند في رقيته بشكل كبير جدا بيحب الكورة بشكل كبير جدا دور السعودي كمان دوري قوي قوي بشكل مريب يعني جمهيري جدا انا حجازي يكلمني قال لعماد انا جاي ليتحجد روح ولا مروحش قلت له من غير ما اتفكر روح انت هتشوف استقبال وهتشوف معاملة وهتشوف جمهور وهتشوف دوري غير طبيعي قال لي يعني قلت له روح وشوف فرق كم سنة كمان شو بتطور قديت دوري في السعودية عن ما انت كنت كمان طور بشكل بشكل كبير جدا كما لاعب وكتصوير وكمنافسة وكاحترافة لا كل حاجة في الدور السعودي اختلفت كمان اختلفت بشكل ايجابي وشكل كبير فعلى معتقل حجازي القرار اللي خدهم روح انتحاد جدة وهو شايف الاستقبال والمعاملة وبقى كابتن الفرقة دي حاجة كبيرة جدا وابقى كابتن انت حاجة جدة فدي حاجة كبيرة جدا. لو فادوا الدوري اننا السنة دي ان شاء الله يبقى اول دوري برضو بعد فترة برضو هو لعب مصري موجود. هو اللي هيشل دي حاجة كبيرة جدا جدا. فدي كلها يعني ايام جميلة مع انتحاد جدة. الفترة التانية مع التعاون انا بالنسبالي بشوف ان الفترة دي مش مش احسن فترات حياتي. انا كنت خارج من الناد الاهلي. علشان اثبت ان انا قادر العب. مجدش مبسوط اصلا. قد اثبت ان انا قادر العب. مم. مش اثبت ان انا عمد بيجيب جوان. خلص ما كانش ده تفكيري. فلما رحت التعاون الناس عملوني معاملة محترمة جدا. الناس كما في الادب والاحترام. رحت هناك اول مباراة آآ نزلت بعد تلاتين ديئة. لعبت حوالي ستين ديئة. عملت آآ مباراة جيدة جدا. المباراة التانية مع النصر. لعب تسعة وتمانين ديئة. ومنهم جيبت جون حظي للأسف انه تحسب قفصاين. المباراة اللي بعدها مش فاكر مع مين? مش متذكر يعني للترتيب. لعبت خمسة وسبعين ديئة. هو انا النقطة كانت بالنسبالي. انا قادر العب. اخد بالك انت لما بتلعب في فرقة في منتصف الجدول بيبقى المجهود اعلى. غير لما بتلعب في فرقة بتهاجم على طول. طبعا طبعا. خلاص. كرة ما مشيتش معايا خالص. لكن كنت بعمل اللي علي. لكن هي بالنسبالي لا انا فترة مش احسن. دي كانت انيس انا كانت الفين وطمانتاشر وطمانتاشر. اه. طبع قبل كسر عالم. طبع قبل كسر عالم. قبل كسر عالم. الفترة دي كانت صعبة شوية كمان علشان يعني كان فيه شوية حاجات في الاهلي والمشاكل اللي انت حكيتها كتير معك كابتال حسام البدري. وحستك كده ساعتها كمان كان انت عايز انك عايز تلعب وعايز تروح كسر عالم. بزفت. لان كان عندنا احنا اصلا مشكلة في مركز المهاجم والمهاجمين بيضياره. وفي الاخر احنا روحنا بمروان وكهرباء بس حتى كوكا ما راحش. فكت حاسس بيك انك عايز تروح بس ما كانش الموضوع ماشي خالص في الاهلي. بص هو ده اللي بيجنيني. تعارف انا انا هتجن ليه? ان انا في ناس بتحاول تبطلني من انا عندي تلاتة وتلاتين سنة مسلا. ومفيش مهاجم. ويقولوا احنا عايزين مهاجم. اه. وبعد ما بطلت مفيش مهاجم. طب يا جماعة ما انا كنت موجود. على فكرة. مش ان انت كنت واخد مكان حد مسلا ولما مشيت في الراجل ده بقى. انا شخصية كمان اه شخص متصالح مع نفسي يعني. يعني لو لعبت مكان يمش هدق منك. هنصحك وهديك معلومات وهفيدك واقف في دهرك. لان انت عمرك ما كنت طرف. هو الموديل الفني هو اللي بيختار مين يلعب مين ملعبش. وهقرس على ادوس على نفسي ان انا بقى موجود في الملعب. ومش بتاع مشاكل. بس اللي معايا يحترمني. طول ما انت بتحترمني هشيلك فوق راسي. هتحاول تقلل مني. طبعا هتبقى هنا المشكلة. فهمتني? نعم. فده اللي كان مزعلني في فترة اخرين بس. لكن في الاخر خلاص هي كرة نصيبه. واللي شفته من جمهور نادي الاهلي وفي الفترة اللي انا ما كنتش بلعب فيها وبعد ما بطلت يعني عوضني مليون سرة كرة قدام. طبعا الملعب بيوحشني طبعا بناتي كان نفسهم كان نفسي يشوفوني وانا بلعب طبعا بناتي نفسهم ارجع لعب كرة تاني. وبيقولولي لازم يعني نفسيا نشوفك انت في الملعب انت ايه بطلت? ايه المشكلة انك كبرت? ما تقدر تلعب? يعرف هم عايزين نروح نلعب معك في النادي. الحاجات دي كلها بتدقيقني نفسيا. لكن في الاخر خلاص هي كرة لها عمره والحمد الله. يعني فيه عديال موجودة ولعب موجودة وتكمل المسيرة ان شاء الله. طب نادر شاوي لما كان هنا بقى حكايا لي قصة بتاعت الاحتراف. مم. وقال لي احنا روحنا وامات سيبر كان في بلجيكا صح? مزبوط. وموضوع خلص والدنيا تمام واني مفجأة طلع من الودا يا باجع مص. ايه اللي حصل يهديك يهديك. ادخل اقول للناس ايه قاعد يضحك طبعا بيعك القصة بسكت قصة لذيذة. بس عايزة اسمحها منك بقى. القصة دي بالنسبة لي انا كنت اه كان عادي بيخلص مع النادي الاهلي. والفترة دي كان ضهري تعيبني جدا. فترة ماتش الاتحادي الليبي والزمالك تلاتة تلاتة. كنت انا في المانيا. رحت سفرت اه المانيا عدت اربعتاشر يوم هناك. باخد حقا بتكنيك معين كده. اه لمدة اه تمنت يام حاجة كده علشان اشوف ضهري. ضهري تعيبني جدا. جدا. رجعت قبل مبارات الاتحاد الليبي بالتلاتة ايام على ما اعتقد. اه ضهري يعني مش احسن حاجة. باخد حقا. جبت احسن جون على ما اعتقد جيمته في حياتي. وغريبة جدا انها عارفت الف اللفة دي وضهري تعيبني. محدش ممكن يصدق انها ضهري تعيبني بعد اللفة دي. لكن مش مرتاح. وبعد كده مش فاكر ان لعبت الزمالك الاول ولا اتحاد الليبي. مش فاكر ترتيب المطشاط يعني. المهم من المطشين دول كان اخر مطشين. والنادي الاهلي بعد كده كان بلعب كناس مصر فالدكتور طلب مني انها رايح تلات شهور. سفرت لندن في الفترة دي قابلت الناس رئيس النادي رئيس النادي ستاندرد الياج. قعدت معا هناك واتفقت معا على كل حاجة. اه بشهر سابعة او شهر تمانية سفرت. رحت عملت الدكتور بيقول لي انت عندك غضروف صغير بس انت طبيعي. ما فيش اي حاجة خالص. اقول له انا ضهري تعيبني. يقول لا انت طبيعي. هتقعد حوالي شهرين عشان تجهز. ماشي مفيش مشكلة. رحت اتفرقت. على مباراوت دية للفرق بعد وموضيت وعملت كل حاجة والتيشرت وكل حاجة. ايه ايه الصورة مزلت. شفت مباراوت دية الفرقة. لقيت الفرقة يعني باعوا لعيبة كتير قدام. وهو بيقول لي انا جايبك انت هتبقى اكبر لعيب كان وقتها عند ستة وعشرين سنة. واكبر لعيب بعدي عنده عنده عشرين سنة حاجة زي كده. فحسيت ان المسئولية هتبقى عليها كبيرة جدا. ودي فرقة كبيرة في بلجيكا مش فرقة صغيرة. وانا ما بحبش الفشل. فحسيت ان انا مش هقدر ردي للفرق. عارف لو انا كنت روحت ولعبت على طول كنت موك هدخل في الاجواء. فكرة ان انا ضهري كان تعبني. ولسه في شهرين اعداد. لسه في شهرين اعداد وانا تعبان. يعني وانا بطمر اقول له انا تعبان يقول لا الامور دي كلها هتروح مع التمرين. انا معرفش هو كان صح ولا غلط. لكن في الاخر طلع كلامي صح لان اعملت عملية بعدها بتلات سنين. وعملت عملية كبيرة. فاهمني? في الاخر هو القرار غلط. انا بما اني خدت القرار ان انا روح احترف كان لازم التزم بالعقد بتاعي. وانا في القصة دي انا الخسران. يعني انا اللي خسرت في كل اتجاهات. خسرت اسما ان انا لعيب. بان ان انا مش ملتزم. خسرت ماديا لان دفعت فلوس من جيبي كبيرة جدا. فعلا. انا دفعت خمسمائة الف يورو. وقتها من جيبي. غرامة. خسرت ان انا ضيعت من حياتي ست شهور. ما كنتش بالعب فيهم. لحد يناير علشان انا لعب في رجاءة النادل اهلي تاني. فدي كلها حاجات كانت خسارة بالنسبة لي. والواحد ما بيتعلمش ببالاش. بس ده درس كان قوي جدا. اتعلمته. ويمكن قرار كان بالنسبة لي. انا هرجع زي ما نادر حكالك. انا هرجع مصد. اه. يا ابني ازاي? انا هرجع. انا مش قادرة كم. يا عماد يهديك يرضيك. قلتوله انا مش انا ظهري تعبني. وانا حاسس ان انا هنا مش هقدر اكمل. واخد بالك. القصة ما كانتش فلوس. انا في الوقت ده كان جايلي عرض من الامارات. الفلوس اللي كنت اخدها من من بلجيك. ورفضت عشان عايز احترف. لكن لما روحت كنت تعباك. ودور نادر معاك برضو كان دايما اللعبة اللي اشتغلت مع نادر بحسوم الموضوع بيبقى شخصي قوي كمان لانه بيبقى لي دور كبير ان هو اه بنصحك من ان هو شايفه صح بس خلاص لما انت اخدت قرار هيبع في صفك فيه برضو ويسهلولك لحد ما يخلص. ما هي خلاص هي القصة كلها انا متحمل مسؤولته انا متحمل مسؤولية بالكامل. بس هو برضو في ظهرك. في ظهري طبعا ما هي اعمل ايه? هو بالنسبة له رافض تماما اللي انا بعمله. مش قابل اللي انا بعمله خالص. شايف اللي انا بعمله كله غلط. وانا من جواه شايف الغلطة الكبيرة. ان انا رحت وبرجع دي غلطة كبيرة جدا لكن في الاخر انا اللي كنت مقايب نفسي وقتها. انا اللي حسب نفسي وقتها. ممكن الناس تانية تقول لك لا اه هو غلط. انا القرار من اوله الاخره لو احترفت يبقى لازم اكمل. مش هحترف يكون تقعد في الناد الاهليوم دي في الناد الاهلي. بس فكنت لسه صغير نفسي احترف نفسي اطلع برة. جات لي فرقة كبيرة. وهما كان التارجد بتاعه من النعمة دي يلعب. وينبيعه. ده كان التارجد بتاعه. فانا حسيت ان الحتة دي انا مش هقدر اعمله. ومش عايز يتقال علي ان انا فشلت في الاحتراف. ففاهم قصدي. اي 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 اي. وانا كنت لسه راجع من السعودية. عمل عمل سنة يعني قوية جدا كنت هدى في الدور السعودي لحد قبل ما اتصاب. زي ما قلت لك وصلنا نهاية اسيا خدنا الدوري. يعني عمل حاجات كويسة فكان نفسي تكمل بعد كده. بس هو في الاخر نصيب. مش هرجع النادي الاهلي واكمل انجازات مع النادي الاهلي. يعني يعني محدش بيعرف الخير فين. لكن في الاخر ده كان قرار خاطئ بالنسبة. ومنتقى بمصر كمان. كل ده جي بعده على طول. لا يعني انا بالنسبة لي بقولك هو كان قرار خاطئ. انا تحملت مسئوليت لكن في الاخر ربنا كرامني واعوضني بعدها. طب هسألك سؤال بناس بيت اوروبا بقى. ميه لك الاوروبية عاملة ازاي? بتوعل لنا او اللي ما بتوعليني. انا جدا. هارد لك بس انتو فرحت كتير. اه اه. لازم تزعل شوية مقى زي بقية البشر. اعمل ومط شوحش اهم بقى. اه بس سيتي حاجة جبارة. انا ايه الرتم ده? اش عارف. يعني انا نفس افهم ايه الرتم ايه السرعة? ايه الاستحواز? انتو عايزين يا جماعة? اه. يعني انا جوارديولا عايزين من الكورة. حاجة مرعبة. لا والله بجد اللعيبة بتلعب في الملعب بيتمشوا. ما تحس ان هم تعبنين والله. مع ان الرتم عالي جدا. اه. الرتم غير طبيعي. بس في الملعب بتحس ان اللعيبة بتتمشى. اه. انا بلعب بريل مدريد. هو في الملعب بيعمل زي. اه. بيلاعب بريل مدريد. مش ممكن يعني. هو بيلعب اي فرقة في العالم بيعمل فيها كده. انا مش مصدق. عارف بيفكرني ببرشلونا ايام ما كان اه اه انيستا وتشافي وميسي. نفس القصة فاهم? بس اللي اللعن. نه بيعمل كده من غير مصدق. اه. لكن اه لا يعني انا بحييه صراحة. انا عمتا مش متعصد. يعني يعني انا عادي بشجع ريال مدريد لكن لو برشلونا لما تلعبوا وكانوا ممتعين كنتوا بستمتع جدا بالملع. انا بحب كريستيان ورونالدو عمتا يعني. من بحب ديفيد بيكام جدا. بحب زيندين زيدان. انا الجيل اللي لعب في ريال مدريد. اه بالزبط. فيجو وزيدان وبيكام ورونالدو. ورونالدو. ازاي ما تحبش الفرقة دي. طبعا. يعني اقول لي ازاي ما تحبش الفرقة دي. فانا الجيل ده بحبه جدا لكن في الاخر انا بحب الفرقة بتاع بكور. بستمتع بستمتع بالسيتي بستمتع بالليفربول ومحمد صلاح بستمتع كنت بحب جدا مشيستر اونايتد ايام سير والجيل اللي كان موجود لو تفتكر. مين السترايكر طيب اللي انت السترايكر اللي هو هو ده المن بتاعي. في كتير صراحة ما انت اخد بالك يعني في في ناس كتير بس انا بحب رونالدو. رونالدو. الظاهرة. اه الظاهرة. بحب راول جونزالس جدا من المهاجمين اللي بحبهم. بحب بستوتا جدا. ايوه بقى. اه انا بحب بستوتا جدا يعني. طبع كبار. انا بالنسبة لي بشوفوا واحد من افضل مهاجمين اللي جم في في تاريخ الكورة يعني. مهاجم من معنى الكلمة. ومين المدافعين بقى. كنت بحب 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 كنفارو. بحب كنفارو انستا. لان. نستى وكنفارو ونستا مviamente مع بعض غير طبيعينا. مين اكتر مدافع غلبك? او كنت بتعميل له حسابه انتهزست لعب ضده? ولا مفيش حد بشخص معايا. لا يعني ما اعتقدش ان هنا في مصر. كان الدنيا اشتاع عادي يعني في متشات صاحبة ومتشات صاحبة كلهم مدافعين اقوال لكن مفيش لا هي المباراة الوحيدة اللي انا كنت حاس فيها باليأس كنا بلاح على مباراة دي مع متخب اسبانيا وبيلعب علي راموس وبيول وانا الوحدي قل لي ممكن اعمل ايه يعني قل لي انت لو ما كاني هتعمل ايه يعني انت لو مكاني اللي ممكن تعمله ان اللي اتنين دول ومجنين في الملعب. مرعبة طبعا. لا اما ما عملتش حاجة. ملمس كورة. سلام عليكم ارجالة. شكرا يا جماعة على حاصل تعاونكم معينا وفرصة. وكابتنا حسن شعطة في المباراة دي اول ما بدأنا انهاجم راح مخرجني. انا خرجت في ديالسة وتمانين عمتا يعني. انا جدنا تلات اربعة دايب. اه يعني كنت عايزة تسند التربعة ده عشان ابدل تي شرط معاهم لكن لكن هتعمل ايه. يعني الاتنين دول هتعمل معاهم ايه. يعني هتعمل معاهم ايه. وانت بتلعب على ملعبهم. منتخب اسباني وقتها كان منتخب مريب. ايه طبعا. في حاجات كده غريبة. طيب انا يعني سعيد جدا باللقاء ده عمد. ومبسوط جدا انت جيت. وبجد يعني حوار حلو وممتع. واخر حاجة بس انا لأي حد كده سؤال مش انت حستوا انترفيوهاتي اوي بس انا ببعايز اعرض معك في ايه. قل. تشوف تحب تبقى فين كمان خمس سنين او عشر سنين انا. انا عايز اقول نقطة بس قبل ما اني. ايه. والموضوع ده بيداقني جدا. ايه. بدأت اشوف الفترة الاخيرة بعض المزاعين بيجيبوا مثلا بعض المحلين او بعض الناس اللعيبة القدامى. ويبدأوا يسألوهم من اللعيبة لسه بتلعب دلوقتي ولعيبة اعتزلت. مين الاحسن. يا جماعة. لا ده هنا في مصر. اه اصلا. يا اسمه. ايه. ماشي. لا انا بكلمش على كده كمان ده. لا هو بيكلم على العيبة محلية. مثلا يتقل ايه. فرضا ان يتقل دلوقتي هي. مسلا مش عايز اقول عمادي يعني اي حد داني. فهمت. فهمت. مثلا زيزو ولا بوتريك. ماشي. اه. مصطا محمد ولا عماد ولا بلال ولا عمر زكي. اه. سين ولا صاد. يا جماعة. ليه بتشوف ان دوت. دي كارسة. ليه بقى. اللعيب لسه بدأش. لسه عملش حاجة في حياته. انا اكرنه لما يبطل زي اللعيب اللي بطل. انت بتوصل للعيب في المرحلة دي. ان هو احسن من اللعيب اعتزل عامل تاريخ غير طبيعي. ازاي يا جماعة? ازاي? ازاي? فين المقارنة? لعيب لعب سنتين كورة. ولعيب لعب اتناشر تلاتاشر سنة كورة. عمل انجازات غير طبيعية. تقرن دب ده. انت خلصت على اللعيب اللي بيلعب. هي دي النقطة المهمة قوي. زبط. انت خلصت عليه. بتحسسه ان هو خلاص خلص. ايوة انت خلصت عليه. انت خلصت عليه. وهو كده نجم النجوم وهو لسه اصلا. مفيش مقارنة. مفيش مقارنة. مفيش مقارنة اصلا. يعني فنيا. مفيش مقارنة ايب سنتين او تلاتة. مش بكلم على زيزو عمت انا بكلم بشكل عين يعني اه. زي انا انا هجيبها لك في اوروبا. زي فن دايك. فن دايك لما بدأ عمل موسيمين جامدين قوي مع ليفر بول. الناس بدأت تقارنه. مش هقولك بمالديني يونستا ده بالنسبة لي ده حاجة يعني. اه. بس نفس الفكرة بمالديني يونستا او راموس. بزرعة. فبقولك لا ثانية. هو ثانية لما انضايك يخلص وشوف بقى مسيرته. انما انت جاي تقارنه بنستا ومالديني لقعد واجمد مدفعين في العالم خمستاشر سنة. مالديني قعد تمنتاشر سنة في مينا اجمد باكليفت ومسك في العالم. انا بتكلم كمان وخده كس عالم خده كس عالم. انا بتكلم فكرة مش بتكلم على عزيزه خالص عشان الناس عندنا في مصر اللي عشان بس الناس ايه. فانا بتكلم ان المقارنات دي ظلمة للعيب لان هي بتخلص عليه بادري. بالزبط. وفي نفس الوقت اللعيب اللي عمل تاريخ وعمل اسم كبير. انك تقرنه بلعيب بيلعب باله سنتين عيب. مش حلو. يعني قرنه بعد ما يبطل. يعني لما ده يبطل زيه شوف ده عمل ايه وده عمل ايه وانت بالنسبة لك اختار الافضل. لكن ما تحطش ما ينفعش انت مزيع. ويعني ما ينفعش تجيب لعيب دلوقتي تقول لك ده ولا حسنش حاجة. لعيب لسه بيلعب. وبالذات ان انت اللي بديها بزعلني ان في لعيبة بتقيم كده. ان في لعيبة بتطلع تقيم كده. يقول لك اه ده ولا ده. بيوافق ان هو يدخل في الحتة دي. فانا بالنسبة لي اتمنى. اتمنى ان ده يتقفل يعني او الناس تبطل تعمل القصة دي. لان هي انا شايف ان هي ما بتفدش لعيب الصغار خالص. هي بتضره. ما في المرة. وبتقلل من اللعيب اللي بطل واعتزل وعمل تاريخ كبير جدا. انت دورك في الرابطة برضو. انت نائب رئيس الرابطة صح? مزبوط. آآ في اي ضوء آآ مضيء. في اي نور مضيء. اه ان شاء الله. بجد والله. تكر كلامي كمان اتناشر يوم. احنا بنقول لك كمان ما الحالة تنسى. عالاخر الشهر ان شاء الله. هتسمع اخبار حلوة. يا رب. احنا بنحاول والله. احنا شغالين بشكل غير طبيعه. بنحاول بشكل غير طبيعي. آآ فزي ما بقول لك في حاجات هتتعامل. احنا بنعمل حاجات تمشي عليها كورة مصرية بعد كده. آآ. مش فارق معنا احنا عاديين مكملين. مش مكملين دي مش قصتنا خالص. احنا بنحط اساس للكورة عشان نبقى دوري طبيعي. بس انت تحس ان اللي هيجي بعدك لان احنا عندها العدد دي في مصر اللي بيجي بعد حد عشان يحس بنفسه لازم يمحي اللي عمل. ده هتبقى لوائح. مفيش ده حاجات هتبقى موجودة. اوكي. ده حاجات اساسيات على فكرة. هتسمع الكلام ده وهتتبسط بي يعني. اتمنى. احنا بننتقد كتير بس في الاخر انا نفسي الهدف في الاخر هو ان احنا نشوف حاجة اجامعة. احتراما لمجلس الادارة واحتراما للناس اللي معايا. ان انا ما ينفعش هتكلم عن ده. لان احنا هنعمل حاجة وهنجتمع كلنا ونعلن وقتها. طيب. ما ينفعش هنقول الكلام ده. لكن انا بوعيدك ان في في حاجات كويسة هتتم اخر الشهر. الناس هتبسط فيها. ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله ان دي يعني باللي احنا عملناه ونكمل بعد كده اكتر حدسة واحنا او غيرنا على فكرة. بس المصلحة للكورة. بس دي اما حاجة. ان احنا نبقى طبيعيين كمان الدور ينتهي. ان شاء الله ممكن ينتهي في خمسة عشر سابعة السنة جايزين خلصوا بدري. دي كلها حاجات بنحاول نشتغل عليها. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. وشكرا وانا مبسوط اوي بالحلقة دي ومبسوط اوي ان احنا ان انت وفاية تيجي وانا اقول مولتلك كنت في صراحة انت متحمس جدا وده اسعدني. وان شاء الله من طال مولتليش انت عايزت بقى فين كمان عشر سنين. عشر سنين. خمس سنين. عشر خمس سنين. لو لو احسن تسرح تقول انا عايزة بقى فين. ابقى في البحر بصطاد. صياد كبير اوي انت عملت فراجني على حاجات الصد بتاعتك من ساعت ودخلنا على التليفون. انا بالنسبة لي اديني اي اجازة وقول لي روح البحر. فعلا اه. اه. حياتي يعني انا بستمتع جدا. احلى تلات اماكن للصد في مصر. احلى تلات اماكن للصد. اه ندي تبس للناس. اه اعرف الناس الاماكن لنا بصطاد منها. اه دي في الصد حاجات في الصد في نقط معينة طبعا. اه طبعا بتسجلها. لا بس يا في الغالب عمتا في الغالب عمتا لأ في في اماكن معروفة للناس. بس في حتا تبقى معينة. في نوعات معينة في الاماكن دي بتبقى بتاعتك انت مسجل لكن في الاخر انت الناس بتطلع اصلية مواسم. يعني الموسب بيبدأ من اول حماطة وبعد كده ده في شهر تلاتة واربعة بقى ييجي على الغردقة. اه في شهر اربعة وخمسة وستة وبقى يبدأ في ستة هنا في سخنة لحد شهر تمانية وبعد كده تلف تاني. بيطلع بيطلع لفوق. اه مواسم انواع سمك بقى الشعور والخرمي والتوين وبعد كده المرجان. اه اه يعني قصص كتير. تدخلت في قصة دي امتى? لا انا فيها من 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 كم? عندي عشر سنين مسلا. لا يا راجل. اه مع ابو يا الله ارحمه. وانا صغير وبعد كده كملت فيها. لا بقى ليه كتير جدا خد بالك ليه علاقة بالامر وليه علاقة بالضلمة وليه علاقة بنزول الامر وطلوع الامر. اه يعني لا ده قصة تاني عالم تاني خالص. انت بتقول لي ان انت انا هحرقها. هيعمل فيديو على اليوتيوب قوي جدا عن الصيد. انتظروه قبيبا. في الغالب هعمل حلقات او هعمل حلقات عن الصيد. ان شاء الله. الله عزيم هتبقى جمدة جدا. ان شاء الله. لا هتبقى حلو. هتبقى حلو ان شاء الله تتبسطوا بيها. خلاص. ان شاء الله. انا وبسوط انها كنت معاك والله العظيم يعني انت مش متخيل السعادة اللي انا فيها مش متخيل ان انا مرتاح ازاي ولازم نعملها تاني ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا لك تسلم مع سبس شكرا يا جماعة ونشوفكم يوم الثلاثة القادم بودكاست جديد حلقة جديدة ونجم جديد وسلام